السلام عليكم الما سايس وزيرة الهجرة الاسبانية جديدة كتعلن ورسميا على اهم تغييرات اللي غادتكون في قانون الهجرة الاسبانية واللي غيكون في صالح المهاجر غدي تسمعوا معي مقطع قصير من الكلام ديال وزيرة الهجرة الاسبانية الما سايس وانه هنا باش نترجم لكم ونفهمكم كل شي شنه هي اهم تغييرات اللي غادتكون في قانون الهجرة هنا في اسبانية واللي غادتكون في صالح المهاجر خلال هات الشهر الاولى ديال الفين اربعة وشرين سوف أعطيكم كل شيء ونفهمكم كل شيء يا الله دعوكم معي Esta reforma tiene como objetivo la transposición de las directivas que les he mencionado antes así como reducir las múltiples figuras de permisos que ahora están vigentes y también el objetivo de simplificar la documentación y los trámites y reforzar la protección de las personas migrantes contra la explotación قبل ما نتقسم معكم كل شيء راكم عارفين المهمة دي دايماً كنديرها وكنديرها يعني كاملة أنتم المهمة ديكم أنكم ديروا لايك الفيديو باش كيطلع كيستفدو الناس آخرين من هاتشي اللي كنتقسمو في هذه القناة هذه إذن شنو هم هاتتغييرات اللي غتكون في قانون الهجران في إسبانيا اللي غتكون تلعب لمصلحة المهاجر هنا في إسبانيا غادي نتكلمو ونتقسموها مع بعضيتنا إن شاء الله المعصيس كتقول بأنها غادي تكون تبسيط في الإجراءات وحماية دي الحقوق المهاجر يعني كيكون واحد تبسيط في الإجراءات الإدارية وهذه واحد المسألة مهمة بزاف بالنسبة للقوات الوراق والقوات دي اللي جيب هذي وهذي إذا هنا يكون تبسيط في الإجراءات الإدارية هتكون مبسطة أكتر من هاتشي اللي كنعيشه هنا بالنسبة للناس اللي كي يبغيب يعدل الوراق ولا يبدل الوراق ولا مجموعة من الإجراءات الإدارية اللي كنتم تعملها كتلقى بزاف دي الوراق خاصة باش تديرها. اذا هنا هادرت لها تبسيط الاجراءات الادارية بالنسبة للمهاجرين. احنا في اسبانيا. كيفاش غاي تبسيط هات الشي وكيفاش غايكون? بني غادي تعلن عليه. واتقاد داك شي كامل غادي نقول لكم هاش ندار واش ندار. هادا كاجراء هادرت عليه اللي غايكون تبسيط الاجراءات الادارية. ايضا بنسبة للمسألة دي لتقليل تصاريح. انا هضو على البرميسو دا الرسيدينسيا بصيفة عامة. سواء دي العام ودي دي عامين ودي خمس سنين ولا. اما غايتقلل منهم اما غايتدخل عليهم شي تعديلات جديدة. هاد البرميسوس هادو. اما غادي ولي ربما خمس سنين في دقة واحدة ولا عامين مراه خمس سنين ولا غادي نقصوا هاد بلعة دي العام عامين عامين شا عزب حالكة. غادي يوقع واحد تغيير مهم في البرميسو دي الرسيدينسيا. يعني بطاقات الاقامة الاسبانية غايوقع فيها تعديل او تغيير او موديفكاسيون. هنا ادي واحدة مسألة مهمة بزاف ايضا اللي هادرت عليها وزيرة الهجرة الاسبانية الجديدة. ايضا مسألة اخرى وهي مهمة بزاف ولربما غا تعجب قاع المهاجرين اللي كيعيش هنا في اسبانيا بصفة عما. احسن حاجة الى الطبقات غا تكون احسن حاجة صراحة. اللي هي نقل ملف الاقامة المزدوجة لالاتحاد الاوروبي. بحالش شنو هاتش هذا? يعني وزيرة الهجرة هذي تمشي الاتحاد الاوروبي للمقر وتهدار معهم على بطاقة الاقامة الاسبانية وتقوم يعني ان تم تصويت عليها بانها يسمح لاي مهاجر موقيف في اسبانيا انه بذيك البطاقة الاقامة دياله يقدر يخدم في اي بلد من بلدان دي الاتحاد الاوروبي. واحسن حاجة ممكن تصويت الاتحاد الاوروبي هي هذي. علش باش نتب. عندك بطاقة الاقامة في جيمك ديالاسبانيا. اذا كنت يخدم هنا سامارش مزيان. ما عجبتكش الخدمات مش تخدم البلاد اخر. بدك البطاقة هذيك بلا ما تحتاج تبدل. بلا ما تحتاجي مرضوك. جيب الجنسية ولا جيب هذا ولا جيب هذا. يعني لصوت الاتحاد الاوروبي على هذي المقترح اللي قد اعتقدمه وزيرة الهجرة الاسبانية. تم تصويت عليه. فهذا يكون احسن خبر بالنسبة للمهاجر هنا في اسبانيا. طبعا الحال كنت عندك الاقامة دي العام او دخم سنين او عامين او. غادي تقدر تخدم بيه في اسبانيا وفي اي دولة اخرى. وعادت تخدم بيه في دولة اخرى. وما عايش بكش الحال عاودت ترجع لسبانيا وما كيش مشكلة سامارش. وهذا احسن نقطة طرقات لها الوزيرة. ان شاء الله هي غادت ادير هاتشي هادة اللي كنت قلص معكم في هاد السشهر الاولى. يعني ابتداء من يناير هادة اللي دخل غادي تبدأ الخدمة في هاد القانون ده يبدأوا التعديلات يدخلوا واحدة مرة واحدة. مسألة اخرى اللي هي طبعا مهمة بزاف هادة هادت عنها مسألة دي الاستغلال. المهاجرين اللي كي تعرضوا الاستغلال من طرف رب العمل. طبعا هاتشي كنشوفوه وكننعيشوه بزاف وخاصة في الميادين ديال في لحى مثلا او لا في المطاعم او لا في الاعمال الشقة بصفة عامة المهاجرين كيتعرضوا للاستغلال من طرف رب العمل. هنال حقوق دي المهاجر فمسألة الاستغلال عيتم تعديلات فيها. عيو لي عنده حق اكتر إذا تعرض المسألة من المسألة للإستغلال فعيكون يعني الضربة قادية رب العمل اللي قيستغل ديك المهاجر يعني استغلال بحكم أنه مثلا مهاجر بشي إسباني هنا غادي يكون تعديل أيضا في هذه النقطة هذه بشي ولي يعني مهاجر عند الحقوق دياله بحل إسباني كما قالت هي هادو تعديلات هي اللي هدرت عليهم وزيرة الهجرة كأول كوزيرة جديدة وكأول خدمة غادي تديرها في خلال مسألة ديال قانون ديال الهجرة وربما أنا أتشيري تقاسم معكم اللي قالتو الوزيرة هادو أحسن مكاين بالنسبة للمهاجرين بصفة عامة لم تسبسيط المسترى إدارية ولم تعديل ديالبطاقة لإقامة إسبانية ولا من حماية من الاستغلال ولا حتى الملف ديالإقامة المزدوجة يعني إقامة إسبانية صالحة للعمل بها في أي بلد من بلد الاتحاد الأوروبي إذا كان إن شاء الله هادو شهاده يعني التبق قدي يكون أحسن ما سمعنا مسألة وحدة لمازال ما هضرت عليها هي مسألة التسوية الجماعية واشغل تكون شي تسوية جماعية ولا لا المسألة بقى في البرلمان مش في الوزيرة بوحدتها المسألة هذه مش الوزيرة بوحدة اللي غادة تقرر فيها وإنما البرلمان إسباني لأن المقترح كاين وتحط عن البرلمان هنا غنسنوا تسوية إن شاء الله ونعرفه واشغل تكون شي تسوية جماعية ولا لا إخواني هذا هو الفيديو دياليوم تقاسمت معكم أهم ما جاءت بي وزيرة الهجرة الإسبانية خليما أكو أحد لايك بارتاجي كي تعمل فإذا حتى فيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته